نشر تحوالات دقساتكم من قناة الحياة الجزائرية أهلا بكم نستهلها بالوضعية الجوية المتوقعة لصبيحات الاثنين وحسب مصلحات الأرصاد الجوية استمرار تساقط الأمطار الرعدية على جل مدن الشريط الساحلي الغربية الوسطى حتى الشرقية حتى على المناطق الداخلية الشرقية والهضاب العليا الغربية تبقى الأجواء مستقرة بالمناطق الجنوبية على شبل الصحراء بعد الصحوب العابرة على غردايا حتى على بني عباس الجنوب الغربي الصحراء الوسطى مرتفعات الهجار والتاسي لإتجاه الجنوب الشرقي وورق لدرجات الحرارة تبقى في المعدل الفصلي 12 درجة على النبخ 15 درجة بالعاصمة 9 درجات على الصيف حتى على البيض 14 درجة على إليزي حتى على ورق لتسعو درجات بيجانات 15 درجة على تامن راست وبني عباس 15 درجة بالجنوب الغربي 14 درجة على أدرار الدرجة الدنيا 7 درجات فقط على تبسة والقصوى 16 درجة على وهران حتى على عين صالح نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة لظهيرة الاثنين وحسب مصلحة الأرصاد الجوية استمرار الاضطرابات الجوية والضغط الجوي المنخفض أمطار بمدن الشريط الساحلي الغربية الوسطى حتى الشرقية حتى بالمناطق الداخلية الشرقية يولي الاستقرار تدريجيا إلى الهضاب العليا الغربية مع بعض الصحوب العابرة نفس الوضعية الجوية اتجاه شمال الصحراء بعد الصحوب العابرة على بني عباس الجنوب الغربي الصحراء الوسطى مرتفعات الهجار والتاسيلي حتى على الجنوب الشرقي درجات الحرارة لظهيرة الاثنين 17 درجة على عنابة 19 درجة بالعاصمة 23 درجة أقول على وهران الحترت 16 درجة اتجاه تبسة 27 درجة على ورقلة 24 درجة على غردية 25 درجة على بني عباس 29 درجة بالجنوب الغربي 30 درجة على أضرار حتى على عين صالح في حدود 27 درجة على جانيت والتامن راست 29 درجة بالجنوب الشرقي درجة الدنيا إذن 15 درجة على الصيف والدرجة القصوى تصل حتى 31 درجة بأقصى الجنوب الجزائري نمر إلى الملاحة وأحوال البحر البحر سوف يكون مضطرب هذا على طول الساحل الجزائري مع سرعة الرياح تتروح من 20 إلى 30 كم في الساعة نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة للأيام القادمة منهر الثلاثة ونهر الاربع يوم الأربعاء استمرار تساقط الأمطار بمدن الشريط السحلي الوسطى حتى الشرقية عودة الاستقرار تدريجيا للسواحل الغربية حتى المناطق الداخلية الشرقية بعد الصحب العابرة اتجاه غرداية بني عباس حتى على عين قزم وأجواء مستقرة تماما بالجنوب الغربي حتى الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي درجة الحارة تبقى في المعدل الفصل 20 درجة العنابة والعاصمة 25 درجة بوهران وغرداية 28 درجة بالجنوب الشرقي على إليزي 30 درجة بالصحراء الوسطى 26 درجة على الجنوب الغربي حتى على بني عباس الدرجة الدنيا اليوم الثلاثة 19 درجة بتبسة والقصوى تصل إلى 31 درجة هذا بأقصى الجنوب الجزائرين شوفوا نارل الاربعان شاء الله كيفاش راح يكون الحال استمرار الضغط الجوي المنخفض وأمطار على جل مدن الشريط الساحلي الوسطى الشرقية حتى الغربية عودة الاستقرار تدريجيا للمناطق الداخلية الشرقية مع بعض الصحب العابرة اتجاه تبسة نفس الوضعية الجوية على شمال الصحراء بني عباس الجنوب الغربي حتى الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الجزائري وتبقى الأجواء مستقرة تماما بالجنوب الشرقي هذا على إليزي درجة الحارة 21 درجة على عنابة حتى على وهران 26 درجة على غرداية وبني عباس 25 درجة بالجنوب الغربي 30 درجة درجة الدنيا في حدود 20 درجة بالعاصمة وتبسة والقصوى تصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب الجزائري نختم مشاهدنا بمواقع الشرق والغروب التي تهم العاصمة وضواحها شرق الشمس سابعة وخمسون دقيقة الغروب الخامسة وواحد وثلاثون دقيقة للمزيد من المعلومات عن الجو البيئة مع عليكم إلى التواصل معنا على عنوين التي تظهر على الشاشة ختم نشر الجوية في آمان الله